زيادة لإنتاج بخمسمائة ألف برميل بداية من جونفيل مقبل اجتماع أوبك بلاس اتخاذ عدة قرارات لضمان استقرار سوق النفط تعافي الاقتصاد العالمي وانتعاش سعار النفط مرهون بلقاح كورونا كل هذا وكثر مع الأستاذ أحمد ترتار الأستاذ الاقتصاد بجامعة تبسر خبير الطاقوي أهلا بك سيد الكريم شكرا لنقبولكم المدخلة مرحبا أهلا وسهلا بك ومشاهديك الأعزاء شميل نصد في البداية وكيد تبعتم معنا التقرير وتبعتم تصريحات أيضا وزير الطاقة الاجتماع الوزاري الثاني عشر لدول أوبك وخارج أوبك أكد مجددا على استمرار التزام الدول المنتجة المشاركة في إعلان تعاون الحفاظ على سوق مستقرة بالدرجة الأولى والمصالح المشتركة للدول ما هي قراءتكم الاقتصادية؟ هي قراءة طبيعية في ظل غروف الكوفيد الحاجة وفي ظل يعني تعاطي هذه الدول أوبك بلوس مع الأزمة اللي صدمتها في ميال الماضي وبالتالي كان الاتفاق أو كان هناك نوع من النقاش المعمق بخصوص يعني الاستمرار في الاتفاق تخفيز سبعة فصل سبعة أكثر أم أقل واستهداف يعني إمكانية النهوض بـ 2 مليون إلى موفع أبريل 2021 لكن بعد تأجيل اجتماع أنتها يوم الثلاثة إلى يوم الخميس وبالتالي بعد رؤى مختلفة ونقاش معمق تم الاتفاق على الوصول إلى نصف مليون برميل يعني حد متفق عليه بشارط أنه تلتزم كثير من الدول اللي ربما كانت فيها بعض الخلقات لاتفاقات أجوان الماضي أنها تلتزم بهذا الاتفاق وتخيروا بحالة ذره بما يؤدي إلى المحافظة على الشعر الملاء من الإسبرميل واللي هو الآن يروح في حدود خمسين دولار وبالتالي يعني كأنه هناك استراتيجية مبنية من هذا التجمع اللي هو أوبيكت بلوس في ظل تقريبا 23 دولة في ظل استمرارية هذا الوباء وفي ظل تعطل يعني بقية القطاعات الصدية الأخرى بمناسبة هذا الوباء وعليه أيضا يتم بالتالي تمرير فكرة نصف مليون برميل كحد يعني أدنى لاستمرارية تخفيض الإنتاج بما يؤدي إلى التحكم الناجح في السوق هل هناك الآن مخاوف ربما من عدم التزام الدول التي لم تنتزم بقارات خفضة الإنتاج في السابق نظل هذا وهذا هو اللي كان نقوم بحاج الوفد الإماراتي باعتبار أنه هناك بعض الدول غير متفقة معه لكن أعتقد في ظل يعني الدور الرائد المملكة العربية السعودية واللي أكدت على 7.7 أعتقد باللي معظم دول خليصة تنصى إلى هذا الأمر بالإضافة إلى بقية الدول الأخرى واللواء بالتالي سيكون هذا الاجتمرار هذا الأمر إلى موفة جونفي ثم الدخول في الرزنم المقترحة إلى غير التأضريل القادم لأنه حتى نكون وقعين أيضا أستاذ أنه لا يوجد دول صديقة داخل أوباك أوباك بلاس هناك مصالح داخل أوباك أوباك بلاس لأنه حتى في ضغوطات أيضا من دول فاعلة اقتصاديا في العالم على الدول التي التزمت أو لم تلتزم لأنه هذا أيضا خطر أيضا يهدد اتفاقات أوباك أوباك بلاس أكيدا فلما تقرأ مثلا تقرير آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية واللي تقريبا يبشر بحالة انتشار لحالة فقر جديدة مدقعة بالنسبة للآفاق 2021-2022 معنى ذلك هناك دول متطررة ومتطررة كثيرا في ظل عدم موجود دواء ناجح لهذا اللفروح حتى في ظل اللقاح المروزة هو قد ينجح وقد لا ينجح قد تكون في متناول بعض الدول شراء هذا اللقاح وقد لا يكون في متناولها وبالتالي هناك نوع من المصالح التي تحتم على هذه الدول خاصة دول ضعيفة تقول أنها ربما لا تحترم هذه الاتفاقات بحذفرية حذفرية لسيمة دول أمريكا اللاتينية وذي حتى في موقع ضرير الماضي أو مواكدة في استماع ضرير الماضي وكذلك في استماع مياه الماضي كانت تشوبها نوع من الريبة فيما يتعلق في الاتفاقات للتأثير السلبي على اقتصادات الأسف السلبي وحتى وإن كان وحتى وإن تمكنت كل الدول اقتناء اللقاح كوفيد-19 حتى إنتاج اللقاح لن يغطي احتياجات كل الدول هذه أكيد في نقطة أخرى أيضا أستاذ اتفقت أيضا الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط وحولفائها على الحدم زيادة إنتاجهم النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا بداية من جنويل 2021 تعمل أكيد هذه الدول الإنتاج طوعا بداية من جنويل 2021 بمقدار 0.5 مليون برميل في اليوم من 7.7 مليون برميل في اليوم إلى 7.2 مليون برميل قرار يرضي جميع المشاركين وفي مصلحة الجزائر أكيد هو يرضي جميع المشاركين لماذا جميع المشاركين ربما مع داروسيا اللي انتبع نوع من الشكل في هذا القرار أما بقية الدول المشاركة هي مرتبطة بسعر بيترول هو أنه يعني نقول الموازنات العامة انتحها معتمدة كلين على البيترول وبالتالي لما يختل سعر البيترول في السوق ستتأثر بالتأثير مباشر وبالتالي دول الخليج وكذلك الدول مثل الجزائر وحتى الدول الأمريكا اللاتينية متأثرة كليا بهذا السعر وبالتالي لا بد أن يحافظ هذا السعر حد وأدنى لا ينقص على الربعين وعلى الأقل يمتد إلى حدود 49 وخمسين يكون يعني مليح نسبيا يعني في الحقيقة السعر اللي هو يحقق الرضاة التام سواء السعودية أو الجزائر أو غيرها أو حتى الروسيا هو ما أكثر من سبعين لكن لأسف الشديد في ظل التعادي مع هذا الوباء وفي ظل التعادي مع الأزمة اللي هي سبقة الوباء لا بد من وجود صياغ توافقية وهذه الصياغ هي لتخلي سعر البترول متروح بين 40 إلى 50 دولار أكيد تم أيضا خلال هذا الاجتماع الذي جاء بعد سلسلة من النقاشات بما فيها تلك التي أجريت الاثنين المنصر في الاجتماع الوزاري المئة والثماني لمؤتمر أوبك برئاسة كيد الجزائر إتخاذ عدة قرارات بشأن سياسة إنتاج النفط لهذه الدول ما بعد 2020 كلها تنصب في تعافي الاقتصاد العالمي وانتعاش أسعار النفط مرهون بلقاح كورونا كورونا نعم هذا أمر طبيعي لماذا؟ نحن الآن نمر بأزمتين أزمة بيترول التي تمت مباشرتها مع مطلع سنة 2020 وفي ذات الحين أزمة أسعار نعم نقول أزمة بيترول أزمة أسعار وفي ذات الحين أزمة أكثر فأكثر عالية طبعا كل العالمين وهي أزمة كوفيد 19 وبالتالي نجاب أزمتين وعليه كان هذا الاجتماع الاجتماع الثلاثة كان مكرس لدراسة هذا الأمر والأفاق اللي ممكن من سلالها أن ننهض بهذا القطاع ونتغلب أولا على أداء المستفحل في كل أرجاع المعمورة ثم ثانيا نجد الصيغة المتوافقة عليها بين الدول المنتجة وبالتالي نرفع من الإنتاج بما يؤدي إلى أن نلجي السوق يعني مجددا ونسيطر لهذا السوق مثل ما كان الحال يعني ما قبل سلوات الماضية ما قبل 2017 على الأقل نعم سؤال في أستاذ في سؤال أخير إذا ما تأخر إنتاج لقاح كوفيد 19 وإذا ما تأخر أيضا تسويق تسويق لقاح كوفيد 19 هل سنبقى على نفس الإجراءات المتفقة عليها في أوبيك وأوبيك وشركائها أم يجب علينا اتخاذ إجراءات أخرى يعني هو في كل الحالات لما نلاحظ الأمر بالنسبة للمجموعة الدول المعنية تقريبا إذا استمر الحال على هذا الوضع واستمر الغلق بالنسبة للعالم صورة عامة وتعطل الآلة الانتاجية سيبقى الوضع على حال وبالتالي ستكون السياسات المقترحة في الاجتماعات القادمة متقاربة مع السياسة الحالية والسياسة التي تم تصطيرها في ميل الماضي أما بالنسبة لكل دولة على حدها كل دولة لا محالة مثلا في الجزائر الآن عليها في ظل هذه الجائحة في ظل هذا التعطل انتع سعر البترول بين 40 و50 أنها تفكر في البدائل والبدائل نظن جات في برنامج الرئيس وجات حتى في مقترحة العقومة تقال 2020 2021 2022 2023 2023 والتي تستهدف التنويع الاقتصادي وبالتالي دخول قطعات أخرى من غير قطع النفط إلى الواقع الاقتصادي الجزائري بما يؤدي لتنمية هذه القطع وحصول ريوع منها أفضل من الريع الذي يتأتي من القطع نعم لكن قد نفتح قوس هنا أستاذ وفي عجالة فقط لو سماحت لأنه إذا تنويع الاقتصاد أيضا تنويع الاقتصاد الوطني صحيح من أجل تنويع مداخيل أيضا الخزينة العمومية الاقتصاد تمويله سيكون من الريع النفطي لا محالة وهذا هو ربما اللي خلنا نحن دائما نبقي الأطلال على الألف وخمسمائة مليار دولار التي أهضرت أثناء البعض ألمانية أنه لم توجه للاستثمارات المندجة للثروة الحقيقية بما يؤدي أنها الآن تتوفر لدينا بداء لريوع البترولية لأسف شديد وهذا اللي خلي المسير يكون فطن ويستحدث سياسات من شأنها أن تبحث على بداية التمويل وربما روح حتى من يقترح الذهاب حتى عند الاقتضاء إلى الاقتراض الخارجي الآن تم التركيز على الاقتراض الداخلي وبالتالي هذه كلها السياسات هي في الحقيقة في متناول الحكومة على الحكومة أن تنتاج هذه السياسات بما يؤدي إلى تنويع هذه الاستثمارات في المجال المختلف نعم وهذا رهان الحكومة أيضا في هذه الفترة ورهان قانون المالية لسنة 2021 على كل شكرا جزيلا